النهاردة كده الفيديو عن الكريب عملته بطريقة اقتصادية وكمان موفرة قوي عن ما هنشتريه من برة لو عملناه في البيت هنعمل عدد كبير وكلنا هنأكل ومن غير ما يكلف علينا زي ما هنشتريه جاهز وكمان ضمنين ان احنا عاملينه بأدينا نظيف وعملت له حشوتين كده يعني على حسب ما تحبه وتختاره طبعا الحشوات فيه كتير جدا جدا ممكن نختار حشوات كتير قوي ونبدع فيها يعني بس انا عملت حشوتين بس لو انتو حابين بقى تزودوا او تقللوا حاجة دي ترجع ليك وانتو قبل ما ابدأ كده في الفيديو اقول لكم عملت ايه لو اول مرة تشرفوني انا عبرار صرات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوله اللايك يلا بقى بينا نشوف عملنا الكريب الجامد قوي اللي عملناه في البيت ده ازاي مقدار الكريب اللي انا عملته بقى اربعة كوباية من الدقيق اربعة كوباية من الدقيق وانتو بقى تقللوا او تزودوا يعني تمشوا على نفس المقدار ده مقدار الدقيق هو هو نفس مقدار الحليب عندي اربعة كوب من الحليب ممكن نعمل نص حليب ونص مية او نعمله كل مية بس انا بحب اعمله بالحليب بيبقى طعمه الاز وكمان قيمته الغزائية اعلى واحط عليه تلات حبات من البيت عندي معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ده هستخدمه علشان اشيل بيه زفار البيت هجيب كده بقى بولة وهحط فيها البيت عندي هضرب بقى التلات حبات من البيت دول كويس اوي الاول قبل ما احطهم على الحليب وبعد ما اضربتهم كويس اوي كده هحط عليهم بقى الفلفل الاسود والملح زي ما قلتلكم اا يعني الملح نسبة وليلة اوي يعني تديله بس طعم خفيف ما بنملحوش اوي اا والفلفل الاسود علشان اشيل بيه زفارة البيت ما يبقاش ليه اي ريحة خالص لو انتو مش حابين تحطوا على الكريب ببيض برضو ممكن نستغنى عن البيض اا في الكريب بس انا بحب احط البيض والحليب علشان يديني قيمة غزائية اعلى وكمان اا طعمه بيبقى حلو قوي حطيت بقى كل اا الحليب على البيض بعد ما ضربته كويس وبعدين هنزل كل الخليط ده على الدقيق اللي عندي اا انا ممكن اا يعني اريح نفسي بدل الخطوة دي واحط كله في الخلاط واضربه بس انا حبيت اعمله قدامكم كده بالمضرب اليدوي لو حد ما عندوش خلاط او ما عندوش هاند بلندر ممكن اضربه المضرب اليدوي العادي خالص لحد لما يبقى قوامه زي ما انتو شايفين كده اا ولا هو متماسك اوي ولا هو سايب اوي بيبقى يعني زي ما انتو شايفينه بالضبط كده في الصورة علشان يطلع مظبوط اوي معاكم هجيب بقى كده طاصة على النار وهسخنها اا يعني درجة حرارتها تبقى متوسطة ولا هي سخنة اوي ولا هي بردة وهجيب شوية زيت وفرشة جنبي اا دول هسيبهم جنبي هستخدمهم اا طول ما انا بعمل الكريب بمسح بس كده الطاصة مسحة خفيفة اوي انا عندي طاصة تيفال نونستيك ما بتلزقش فيها الحاجات وهو ده المطلوب اا للكريب عشان يطلع اا كويس معانا زي ما قلتلكو الطاصة كده درجة حرارتها متوسطة هنزل اا بمقدار كده من الكريب بصوا العجينة بتاعتي علشان مزبوطة معايا بتتفرد معايا بسهولة اا لو الطاصة سخنة اوي اول ما هنحط فيها العجين هيمسك فيها في النص ومش هيتفرد معايا فنصيحة يعني ان احنا الطاصة بتاعتنا تبقى حرارتها متوسطة متبقاش سخنة اوي علشان اعرف افرد الكريب بايا فيها اول ما بتبدأ بس كده احس ان هي فكت معايا كده وحمرت من تحت بابدأ اقلبها على الوش التاني تاخد برضو تحميرة وخلاص هي كده جهزة عندي وهاشلها لو العجينة بتاعتي متماسكة عن كده مش هتفرد كويس معايا مش هتطلع مزبوطة خالص هعمل كمان واحدة عشان امريكو بامسح برضو مسحة زيت ما ننساش وبشيل الطاصة خالص من على النار وبحط فيها العجين وببدأ حرك الطاصة يمين وشمال لحد لما تتفرد معايا كويس اوي وتديني الشكل المزبوط اللي انا عايزاه وكمان السمك اللي انا محتاجة انا محتاجة يبقى رقيق اوي ما يبقاش تخين كده علشان ما يبقاش طعمه وحش يبقى مقرمش وطعمه حلو اوي زي اللي بنجيبه من المحلات بحمره من الناحيتين وخلاص هو كده جاهز عندي بطلعه بقى كده في طبق على بعضه وبغطيه بفوطة وده شكل الكمية كلها بعد ما خلصت معايا بصك ربايا عاملة ازاي رائية جدا وكمان طاري اوي انتو تقدروا بقى تتحكمه في الحجم بتاعه يعني على قد ما تحبه يعني زي ما تحبه ممكن تعملوه اكبر من كده او اقل زي ما انتو حابين بس انا بالنسبالي الحجم ده كده ممتاز هعمل بقى الحشوات معاكم اول حشوة هعملها وهي شورمة الفراخ عندي كده حوالي نص كيلو من الفراخ انا مقطعها شرايح طويلة شوية علشان اعمل بيها الشورمة طبعا الكمية تقدروا انتو تتحكموا فيها تقللوا او تزودوا عندي بهارات بقى ملح فلفل اسود طوم بودر بصل بودر بابريكا جنزبيل مطحون وكركم عندي بهارات فراخ معلقة صغيرة قوي منها وعندي معلقة صغيرة من الفلفل الحار لو ما عندكوش اي حاجة من البهارات دي يعني لو في حاجة مش متوفرة عادي ممكن نستغنى عنها عندي حوالي نص كوباية من الزيت معلقة كبيرة من التوم المفروم وعندي معلقة متوسطة من الكاتشاب لو عندكو صلصة ممكن نستخدمها بديل الكاتشاب او لو الاتنين متوفرين عندكو ممكن نستخدم الاتنين هيبقى طعمهم حلوة قوي وبعد كده عندي كوباية من اللبن اللي هو الرايب لو مش متوفرة عندكو ممكن نستخدم كوباية من الزبادي بديل لي يعني معلقتين كبار من الخل وعندي بهارات صحيحة ورنفل وحبهان وورق لورة او ورق الغار زي ما بيقولوا يعني على حسب كل واحد بيسميه ايه هجيب بقى كده بولة وهي هحط فيها كل السوايل اللي عندي لو في حاجة من البهارات زي ما قلتلكم مش متوفرة عندكو وحبين تشلوها او لو انتو ما بتحبوهاش ممكن نشيلها او اا لو انتو حابين تزودوا اي حاجة تانية برضو اا ده كله اا تقدروا تتحكموا فيه لو ما عندناش كاتشاب وحبين نحط صلصة بس الكاتشاب بيبقى فيه اا يعني شوية مسكر فبيدي طعم حلو قوي للتدبيلة هحط بقى كل الكلام ده كله على بعضه في بولة وهقلبه كويس قوي وبعدين اا بعد ما قلبته كويس قوي في بعضه كده هنزل فيه اا الفراخ وادخلها في كل التدبيلة اللي عندي اا وياريت الفراخ طوعت في التدبيلة دي ليلة كاملة لو احنا مستعجلين على اقل خالص ساعة او ساعتين بنغطيها ونحطها في التلاجة اا علشان تبدأ تاخد من كل التدبيلة دي وبيبقى طعمها احسن بكتير اا ما نتبلها ونسويها على طول فلو انتو مستعجلين على اللي خالص ساعتين لو مش مستعجلين ممكن نجهزها بقى قبلها بيوم ونحطها في التلاجة انا هحط بقى كل الشاورمة اللي عملتها دي تدبيلة الفراخ طلعتها من التلاجة كده قعدت ليلة كاملة عندي وبعدين ها ارصها على الصانية ممكن نعملها في طوصة على البوتاجاز بس انا حابة اعملها في صانية في الفرن هحطها كده في صانية فريدة كويس قوي ما سبهاش يعني متكتلة على بعضها وهي هحطها في الفرن كده على درجة حرارة متين لحد لما تبدأ تنشف معايا كل شوية طبعا بقلب فيها وبعدين بفتح لها الشوية تاخد لون بس تحميرة كده خفيفة قوي من فوق وخلاص كده هي جهزة عندي تاني حشوة عندي هي هعملها فراخ بالخضار عندي فراخ كده مقطعها مكعبات الكمية يا جماعة تقدرون انتم تتحكموا فيها بقى على حسب ما انتم حابين يعني تعملوا قد ايه عندي بصلاية كبيرة مقطعها جولين اللي هي الشرائح دي وعندي طمط ماية متوسطة مقطعها مكعبات صغيرة عندي فلفل حراء وفلفل رومي لو انتم حابين بقى تحطوا فلفل الوان بس انا ما كانش عندي قاني اليوم ده بصراحة عندي معلقة صغيرة من التوم والبهرات عبارة عن ملح وفلفل اسود كامون وكسبرة معلقة شطة وكركم ومعلقة بابريكا ومعلقة جنزبيل مطحون هجيب بقى كده التواصل على النار وهحط فيها معلقتين كبار من الزيت وبعدين هجيب الفراخ علشان احطها في الزيت بس بستنى الاول لما الزيت بتاعي يسخن الاول يبقى درجة حرارته كده كويسة سخن كويس علشان لما انزل بالفراخ تاخد صدمة واللون هيتغير على طول وتقفل المسام تبقى تحتفز كده بتروتها جواها ما تنشافش معايا اول ما لونها بيغير كده معايا وانا بقلبها ببدأ احط عليها كل البهرات اللي عندي لو انتوا حابين تشيلوا حاجة من البهار او تزودوا حاجة دي ترجع لزوقكو يعني في الاكل هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي وبعدين حط بس كده الفراخ على جنب وبعدين هحط البصل ياخد تشويحة برضو كده وصدمة قبل ما اقلبه مع الفراخ بعد ما تشويح كويس معايا ببدأ ان انا ادخله في قلب الفراخ كده وبعدين هحط كل الخضار اللي باقي معايا الفلفل والطماطم لو انتوا حابين تزودوا مشروم زتون اي حاجة تحبوها حطوها تبقى طعمها حلوة هتزودها كمان طعم حلو قوي هحط الاول معلقة التون وبرضو هقلبها الاول معايا كويس تبدأ بس رحيتها تطلع معايا كده وتاخد تشويحة خفيفة قوي وبعدين ننزل بالفلفل اللي معنا لو انتوا ما بتحبوش الحراء نشيل الفلفل الحراء لو فيه فلفل الوان دورة مشروم اي خضار انتوا بتحبوه زودوه على الخلطة دي هتطلع حلوة جدا معاياكو وخلاص بعد ما استاوت اهيه ما كملتش عشر دقيقة على النار وخلاص جهزت عندي هفضيها في طبق بقى وهسيبها علشان نبدأ نحشي الكرب بتاعنا اي دي الشويرمة بتاعتي اللي طلعت من الفور هجهز بقى كل الحشوات بتاعتي ودي الفراخ اللي بالخضار محتاجة برضو للكرب كده في الحشوات الجبن كل ما هنقطر الجبن كل ما هيبقى طعم وقلزب كتير وهيبقى احسن كمان ما هنجيبه من برة عندي جبنة تشدر وجبنة رومي جبنة متزرالة اي جبن متوفر عندكم ممكن نستخدم نوع واحد من الجبن على حسب اللي موجود وعندي بطاطس محمرة ممكن نعمل برضو كرب بطاطس بس من غير اي فراخ ولا اي حاجة خالص ده موجود يعني في اي منيو سندوشات الكرب زي ما انتو حابين هوريكوا بقى انا بحشي سندوش الكرب عندي ازاي في البيت بفريده كده على طبق باجي في جزء واحد بس من الكربية بابدأ احط الاول الجبن اللي عندي بحط الاول الجبنة المتزرالة وجبنة اتشادر رومي اللي موجود زي ما قلتلكم المتوفر عندكم بنحط الجبن الاول وبعدين بنحط اي حشوة برضو موجودة عندنا انا هحط الشوارمة بتاعتي اللي عملتها معاكم ممكن لو عندكم بني او عندكم بواقي فراخ تنفع قوي برضو نحشي بيها الكرب وبعدين هحط مايونيز معلقتين كده صغيرين وكاتشاب لو حابين تعملوه سبايسي ممكن نحط سوس حراء زي ما انتو حابين بقى الحشوة دي تبدعوا فيها تقدروا تحطوا اللي انتو عايزين بعد ما بحشيت كده باتني الكرباية نصين وبعدين باخد الجزء التاني ده وبقفله عليه بيطلع معايا المسلس اللي انتو شايفينه ده شكله مظبوط قوي وطالع حلوة جدا هعمل كمان واحد علشان اوريكم يعني انا بعمله ازاي اول حاجة بحطها تحت هيجبن زي ما قلتلكم علشان لما حطها على الطاصة تبدأ الجبنة تسيح او التباهية تحت تسيح معايا بصرة وبعد كده هحط بقى الخلطة التانية اللي هي الفراخ اللي بالخضار انا عاملها سبايز شوائية هحط عليها برضو مايونيز وهحط كاتشاب الكمية زي ما قلتلكم تقدروا تتحكموا فيها اللي بيحب حاجة يزودها او اللي ما بيحبش حاجة يشيلها خالص من الوصفة ممكن نحشيها حشبات غير اللي انا حشيتها دي خالص زي ما تحبوا تقدروا تبدعوا فيه بقفل الكرباية كده نصين وبعدين بحطها برضو الربع الاوليني على التاني بتطلع معايا المسلس اللي انتو شايفينه ده اخر كرباية هعملها هي كرب البطاطس نقدر برضو لو ما عندناش اي حشوات حمر بطاطس ونعمل بيه الكرب ينفع برضو للفطار او للعشا نقدر ناخدوا معنا سندوتشات كده مع الولاد في المدرسة زي ما انتو حابين يعني بحط البطاطس اهيه اهم حاجة عندي في الكرب هي الجبن بحب احط كمية محترمة كده من الجبن اهم يعني بتديله طعم حلو قوي والكاتشاب والمايونيز برضو مطلوبين قوي في الكرب وبعدين هقفل آآ كرب البطاطس اهو بقفله برضو نصين وبجيب النص التاني على الاوليني بيطلع معايا المسلس مزبوط وكمان مقفول من تحت كويس قوي علشان اسياح بقى الجبنة وحمر الكرباية كويس زي ما بنجيبه من برة كده في نفس التواصل اللي انا عملت فيها الكرب بديها برضو دهنة زيت كده محترمة بديهنها كده دهنة كويسة وبعدين آآ بجيب بقى لكل الساندوشات اللي انا عملتها دي وببدأ ان انا احطها على الجنب اللي فيه الجبنة يعني الناحية اللي فيها الجبنة هي اللي بتنزل آآ على الطوصة مباشر علشان تبدأ الجبنة تسيح آآ كويس معانا قبل ما الكرب يتحمر بحط كده بقى في الطوصة الطوصة بتاخد اربعة عندي اهو زي ما انتوا شايفين وببدأ اول ما بتتحمر بقلب الكربية الناحية التانية ياخد لون برضو معايا جبنا بتسيح عندي والساندوش نفسه بيبدأ يتحمر كده ويقرمش بيبقى حلو قوي وخلاص خلص عندي احطه قدامكو اهو بسكرت بشكله عامل ازاي طعمه حلو قوي ريحته تحفة وكمان آآ ضمنين بقى ان احنا كده عاملينه في البيت آآ نحط بقى الحاجات اللي احنا بنحبها نزود منها نشيل حاجة ما بنحبهاش وكمان موفر قوي عن ما هنشتريه من برا لو هنشتريه هيكلف علينا كتير قوي آآ فانا بحس ان هو اقتصادي اكتر في البيت طالح حلو قوي طعمه تحفة يا جماعة لازم تجربوه لو انتو من عشاء الكربية يعني تعملوه في البيت افضل بكتير ما هتشتريوه من برا وطريقته سهلة قوي زي ما شفته آآ بسيط يعني خالص ما بياخدش اي آآ مجهود يعني في المطبخ آآ وحشواته برضو آآ زي ما تحبه يعني ننغلفه كده بقى في ورق فويل للولاد وندهولهم في ايديهم هيفرحوا بي قوي وهيحسوا ان هو زي برا بالزبط بص الجبن سايحة ازاي والحشوة مليانة كرباء نفسها متحمرة كويس قوي طالح حلو جدا لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك ولو ما اشتركتوش في القناة انزلو حالا اشتركو في القناة وفعلو زر الجرس علشان يوصلكو كل جديد